أعلنت أوكرانيا اليوم أنها قصفت قاعدة روسية في بلدة إنجودار حيث يتفقد مفتش الأمم المتحدة منشأة روسية تحتلها روسيا وسط مخاوفة تتعلق بالسلامة أقل الجيش الأوكراني إن ضربات محددة نفذتها القوات الأوكرانية في منطقتين إنجودار وخيرسون دمرت ثلاثة أنظمة من المدفعية خصب العدو ومغزن دخيرة على حد تعبيرهم ويزور فريق يضم 14 خبيرا من الوكالة الدولية للطاقة الدرية منشأة زابا روجيا النووية في جنوب أوكرانيا وسط تصاعد القلق الدولي إزاء سلامة المحطة